شهدت محطة شحن عند معبر ألمبي الحدودي بين إسرائيل والأردن إطلاق نار أدى إلى وقوع ضحايا وإثارة حالة من الذعر بين العاملين والمار الحادث وقع في صباح الأحد الثامن من سبتمبر ورغم أن تفاصيل الحادث ليست بالكثيرة ولكن السلطات الإسرائيلية والأردنية تعملان على معالجة الوضع بسرعة وحصر الأضرار هذا الهجوم يثير القلق بشأن الأمن على الحدود ويطرح تساؤلات حول الأبعاد السياسية والأمنية لهذا التصعيد وأثره المحتمل اهتزت محطة الشحن عند معبر ألمبي وفق التسمية الإسرائيلية أو معبر الكرامة وفق التسمية العربية على الحدود بين إسرائيل والأردن وقع الحادث المفجع عندما أطلق مسلحون النار ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص من الجانب الإسرائيلي وقد صرحت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بأن الضحايا لقوا حتفهم جراء الهجوم العنيف وفي الوقت نفسه تلقى مركز الشرطة الإسرائيلية بلاغا طارئا عن الحادث وسرعان ما تدخلت القوات الأمنية لاحتواء الوضع وقد أسفرت العملية الأمنية عن مقتل منفذ الهجوم بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد دوافعه وأبعاده الأردن من جانبه لم يتأخر في الاستجابة لهذا التصعيد فقد أعلنت السلطات الأردنية فتح تحقيق شامل في الحادث الذي وقع بالقرب من معبر الملك حسين الذي يعرف في إسرائيل باسم جسري ألمبي وزارة الداخلية الأردنية أكدت بدء التحقيقات لمعرفة التفاصيل الكاملة للهجوم والوقوف على أسباب وقوعه في الوقت الذي يتم فيه التركيز على تفادي أي تصعيدين قد يؤثر على العلاقات بين البلدين في تفاصيل إضافيتين حول الحادث المروع أفادت وسائل الإعلام بأن عملية إطلاق النار جرت تحديدا في قسم نقل البضائع داخل معبر ألمبي وكان المصابون من بين العاملين في الموقع الذين يحتمل أن يكونوا من موظفي الأمن وقد أكدت المصادر الرسمية أن القتل الثلاثة هم موظف أمن إسرائيليون جميعهم في العقد الخامس من العمر وكانوا يؤدون واجبهم في حماية المعبر وقت وقوع الهجوم في الوقت الذي أكدت فيه منظمة نجمة داود الحمراء تحيد المهاجم كما أشارت إلى قيام فرق الإسعاف بمعالجة المصابين في موقع الحادث شهود العيان أفادوا أيضا بأن القوات الإسرائيلية قد أغلقت معبر الكرامة وأعادت المسافرين الفلسطينيين المتوجهين إلى الأردن في إجراء احترازي للتعامل مع تداعيات الحادث وتأمين المنطقة مع انتهاء التصعيد الأولي للحادث الذي هز معبر ألمبي يتجه التركيز الآن نحو التحقيقات المستمرة وتداعيات هذا الهجوم على الأمن الإقليمي السلطات الإسرائيلية والأردنية تعملان بجدية على تحديد خلقيات الهجوم وأسبابه وتقديم أي معلومات جديدة قد تسهم في فهم أعمق لما حدث التعاون بين الجانبين قد يكون له تأثير كبير على سرعة الكشف عن تفاصيل الحادث وضمان عدم تكراره في المستقبل من جهة أخرى فإن التأثيرات السياسية لهذا الهجوم قد تكون بعيدة المدى فقد يتسبب الحادث في توتر العلاقات بين إسرائيل والأردن ويستدعي مراجعة شاملة لإجراءات الأمن على الحدود هذه التطورات قد تثير مخاوف جديدة بشأن الاستقرار في المنطقة وتستدعي تحركا دوليا لدعم السلام والأمن في هذا السياق المعقد كما سيؤثر الحادث على حركة التنقل عبر المعبر حيث من المحتمل أن تظل الإجراءات الأمنية مشددة لعدة أيام أو حتى أسابيع قادمة هذا قد يؤثر على حركة البضائع والأفراد بين البلدين ويزيد من معاناة المسافرين والتجار في كل الجانبين